اشتركوا في القناة الوزارة تحرص دائما على اعطاء الاولوية للبحريني في شغل الوظائف الشاغرة لديها الا انه يتم اللجوء الى توظيف غير البحرينيين في حالة عدم توفر الايد العاملة المتخصصة البحرينية وخصوصا في التخصصات النادرة وبعض المواقع التي تلقى عزوفا من الموظفين البحرينيين واكدت بان الوزارة التزمت في كل عمليات التوظيف التي اجرتها بما جاء في قانون الخدمة المدنية والصادر بالمرسوم بقانون رقم 48 لعام 2010